السلام عليكم ورحمة الله اليوم سيكون موضوعنا عن السلسير يوجد للسلسير عدة أنواع تختلف بألوانها وأحجامها وطريقة عيشها وأماكن تواجدها والنوع الأول من السلسير وهو السلسور الأمريكي ويصل طوله إلى 4 سنتيمتر وهو من أكبر أنواع السلسير الشائعة ويسمى بق الماء ويكون لون السلسور بني مائل للحمراء ويملك أجنحة يستطيع الطيران والغير بالغة منها تشبه البالغة إلى أنها تفتقر لوجود الأجنحة تنتج الأنثى كيسة من البيض يوضع بمكان جاف وآمن ويكون بداخله ما يقارب العشرين بيضة ويحتاج أسبوعين ليفقس تتواجد السلسير الأمريكية داخل مصارف الصرف الصحي تخرج أثناء الليل للبحث عن طعام من أي منفذ للصرف الصحي داخل المنازل أو من الصرف الصحي الخارج الرئيسي وتدخل إلى المنازل عن طريق الشبابيك أو من أسفل الأبواب لا يستطيع العيش دون ماء أو رطوبة عالية ويصل عمر الصرصور الأمريكي من سنة إلى سنتين ويعتبر الصرصور الأمريكي من أسرع أنواع الحشرات الراكضة والنوع الثاني للصرصير الصرصور الشرقي ويسمى أيضا حشرة الماء وهو من أنواع الصرصير متوسطة الحجم ويصل طوله إلى 2.5 سنتيمتر ولونه بني داكن أو أسود وله جسم لامع ولذكر أجنح يستطيع طيران بها لمسافات قصيرة أما الأنثى فالهاجة نحان قصيران دون وظيفة كما أن جسمها أعرى والصرصور الشرقي من أبطأ الصرصير وتتواجد في الأماكن المظلمة الرطبة الدافئة بين الحشائش وبين النباتات في الحدائق خارج المنزل إلى أنها تعتبر من الآفات المنزلية في الولايات المتحدة تضع الأنثى حاوية من البيض والتي يوجد بداخلها 16 بيضة ويفقس البيض بعد شهرين وهي من أطول الفترات مقارنة بالصرصير الأخرى النوع الثاني للصرصير وهو الصرصور الألماني وهو من أصغر أنواع الصرصير ويصل طوله إلى واحد ونصف سنتيمتر ويميل لونه للبني القريب من الأسود وعلى الرغم من وجود أجنحة إلى أنه لا يستطيع الطيران يكثر تواجده في الأماكن التي يسكنها البشر حيث يوجد دائما في المطاعم والمخابز وأماكن تصنيع الغذاء وفي بعض المنازل يأتي مع المواد التموينية حتى على شكل بيوه وسببه سوء تخزين وقلة نظافة أماكن التخزين وعدم الاهتمام بصيانة الموقع وهو أصعب من غيره في المكافحة نظرا لحجمه الصغير وسهولة اختبائه في خزائل المطبخ وأبريز الكهرباء وثقوب الجدران وثقوب الخشب وتتغذى الصرصير الألمانية على جميع أنواع المواد الغذائية وإذا لم تجد تتغذى على المستلزمات المنزلية مثل الصابون والغراء ومعجون الأسنان وإذ لم تجد تتغذى على بعضها البعض ولذلك سنفت من أكثر أنواع الصرصير وحشية وطريقة مكافحة الصرصير تختلف باختلاف أنواعها فالصرصور الأمريكي يحتاج لتعقيم مصارف الصرف الصحي الداخلية وإذا أمكن تعقيم مصارف الخارجي الرئيسية وعمل رشل الحواف والزوايا وقائيا أما الصرصور الشرقي فتواجده على الأغلب خارجا بين النباتات ويحتاج لمبيدات زراعية تكون آمنة على النباتات أما الصرصور الألماني فتواجده على الأغلب داخل المطابخ ويحتاج لتعقيم بجهاز تعقيم إغلاق المطبخ لمدة ساعتين أو استخدام مادة على شكل ميكرو جلذ وفعالية عالية توضع داخل المطبخ تعمل على نظام نقل عدوى فيروسية بين الصراصير تستطيعون مرسلتنا على الواتس أب أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو مشاهدة قناتنا على اليوتيوب الهدهد فور بيست كونترول والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر